عندك صفاية مكسورة ومتبهدلة بالشكل ده طبعا اول حاجة هتجي في دماغك هتقولي هرميها في الزبالة لا تعالي هقولك هنعمل بها فكرة حلوة قوي هتجيبي كده اي كان عندك وتبدأ ان انتي تقصي بالشكل ده احنا محتاجين حطة صغيرة كده منه من تحت بالشكل ده انا حطيت بس الطبق عشان المفرش بتاعي ما يجرلوش حاجة هتبدأ ان انتي تجيبي حتة فحمة كده تكوني مسخناها على النار وتبدأ ان انتي تحطي الصفاية بالشكل ده وهتبدأ ان انتي تستخدمي كما بخارع بحاجة انتي كنت هترميها سواء علبة الكان او كمان المصفى بجد الفكرة دي حلوة جدا هتعجبك جربيها لو انتي عندك صفاية قديمة هاتي خلت اسنان وتوكا وتعالي هقولك على فكرة بازن اللي هتعجبك هجيبي كده خلت الاسنان وتبدأ ان انتي تمسكت توكا بتاعتك وتليفيها على خلت الاسنان بالشكل ده هتليفيها كده على بعض بطريقة عشوائية وهتسيبي كده من خلت الاسنان حتة من فوق وحتة كمان من تحت يعني اهم حاجة تهتمي بالمكان اللي في النصف في خلت الاسنان هتبدأ ان انتي تضغطيها على بعض بالشكل ده كده وتعالي بقى يا ست الكل اللي قولك هتستخدميها في ايه هتبدأ ان انتي تحطيها في القصافة بتاعة الضوافر دي بتقدر ان انتي تحطيها في الضوافر بالشكل ده بتسهلك جدا بقى لو انتي حابة ان انتي تقص دوافرك بس مش حابة تقصيها كلها حابة تسويها بس فالطريقة دي حلوة جدا بتقدر في الحتة اللي انت عايزة تقصيها من الضوافر بس او لو انت مثلا بتقص دوافر اطفالك او كده وخايف ان انت تعوريهم فالطريقة دي حلوة جدا بتبين حتة صغيرة من الضوافر فبالطريقة دي هتقدر تحكيمي في الكمية اللي انت حابة ان انت تقصيها في الضوافر فالفكرة دي بجد هتعجبك لو جربتيها وباذن الله هتعتم ديها هاتي المقاشة بتاعتك وتعالي هقول لك على فكرة حلوة جدا جربتها وبجد نفعت معي ونتيجة فعلا حلوة صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالي اقول لك هنعمل ايه هجيبي كده يا سيط لكل المقشة بتاعتك ولو انت عندك المقشة الشعر بتاعها كده من الجناب بوز او آآ ما عنتش بتعرف التكنوسي بيها او لما بتجي تكنوسي بيها ما بتعرفش تلمي بيها الطراب كله وتحس ان هي كده بتبهدل الطراب مش بتلمه بيبقى الشعر بتاعها كده منكوش وآآ ومن الناحية دي طالع ومن الناحية دي طالع عندك بس قاستك هاتي القاستك وبدأ ان انتي آآ حطيها في المقشة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحاول كده ان انتي تطلعي القاستك شوية بالشكل ده كده بكده انتي هتلمي شعر المقشة بكل السبولة وهتقدر تتحكمي في اي حاجة انتي بتكنوسيها بالشكل ده كده بجد جرب الفكرة دي حلوة جدا وهتساعدك كتير لما تجي تكنوسي الشقة بتاعتك او كمان السلم بجد فكرة حلوة جربيها. عندك بتاعة البتزا دي تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تعمليها بها. صلي كده على النبي عليه وضلى الصلاة والسلام. وتعالي هقولك ازاي ممكن ان انتي تستخدميها بطريقة حلوة جدا. طبعا عملت لكم قبل كده منها كزا فركة. وتعالوا اقول لكم برضو على الفكرة دي حلوة جدا هتعجبكم. هتحطيها بالشكل ده كده جنب الرخيمة. وتبدأي بقى ان انتي تجيبي ست لكل كل الصواني اللي موجودة عندك في البيت. ممكن تشيل لحد اربع صواني عادي خالص. وتبدأ ان انتي تحطيها بالشكل ده كده. هتبقى سندة جدا الصينية ومش هتتزحلق من عمل الرخيم النهائي. بيبقى شكلها بالشكل ده كده. جربي الفكرة دي بجد حلوة. هتعجبك وهتعتمتي. هاتي شوكة وبنس او اصطافة وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا وهتوفر لك فلوسك. هتجيبي كده الشوكة وتبدأ ان انتي تنزلي طرفينها الاخر بالشكل اللي انتو شايفينه. ده الورا كده. وبعدين هتيجي عند آخر الطرفين. وهتبدأ ان انتي تعملي تانية صغيرة زي ما انتو شايفين كده. تانية صغيرة جدا' بالشكل ده. وهتيجي عند الطرفين اللي في النص وهتبدأ ان انتي تنزليهم عن نحية التانية بالشكل ده. ده بيبقى شكلها في الآخر. تعالي بقى يا ست الكل دي هتبقى حامل موايل حلو جدا بدلا ما تكلفي نفسك وتشتري حامل ده جميل جدا وما كلفتيش نفسك حاجة خالص سباك ابن حلال قال لي علاء البلونات في الحنفية وانتي هترتاح من موضوع شاغل بالك تعالي كده يا ست الكل هقولك بجد فكرة حلوة جدا صلوا على النبي وتعالوا نبدأ فكرتنا مع بعض زي ما انتو شايفين كده انا عملت ورق الفيل زي ارتاص كده ودخلت جوه البلونة وهتجيبي كده نص معلقة بس من كاربوناتو سوديوم وتدخلين كويس جدا في البلونة وهتجيبي شوية من الخل هتحطي الخل كده بالراحة لان هو هيفور معاكي طبعا اكيد علشان كاربوناتو سوديوم اللي احنا حطناها استني عليها شوية اي تفاعل هيكده معاكي هيبقى ده شكلها في البلونة هتجي كده عند الحنفية وتبدأ ان انت تدخليها في الحنفية بالشكل اللي انتو شايفينه ده طب احنا بنعمل كده احنا بنعمل كده علشان خطر لو في اي تكلسات جوه الحنفية من جوه او مسدودة فالطريقة دي هتنضف لك الحنفية جدا من جوه هتشيل اي التساخات او اي تكلسات جوه الحنفية وهترجع معاكي الحنفية كأنك لسه شريعة حالا عندك لمونة بايزة وطرية او حتى لمونة نشفة كده ماركونة في التلاجة تعالي هقولك هتعملي بها فكرة حلوة وكمان هتستفادي منها صلي الاول على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي قولك هتعمل ايه هتقطع اللمونة بالشكل اللي انا ورته لك في الفيديو هتسيب الحتة الكبيرة اللي انت هتشتغل فيها وهتبتدي تنزلي منها المية كلها زي ما انت شايفة كده ولو بقي شوية مية فيها مش مشكلة خالص هتحط كده شوية من القرون في الاول مصمار وكمان شوية من الزيت هجيبي بقى منديل او كمان ممكن اه تجيبي اطنة اي حاجة متوفرة عندك وتبدأ ان انت تبليها بالزيت بالشكل ده احنا هنحط معلقة زيت واحدة بس مش هنحط كتير وبعدين هتبدأ ان انت تولعيها كده استفدت من اللمونة انها تطرد اي نموس او حشرات عندك في المطبخ وكمان هتبقى رحتها حلوة وهتضم معيك طول اليوم عورها ما هتطفق ابشر الفحم بالمبشرة وتعالي هقولك فكرة بجد تحفة هتنفعك جدا جدا في بيتك وكمان هتعتمديها اول ما تعرفيها صلي الاول على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي قولك هنعمل ايه بشارنا شوية صغيرين جدا من الفحم بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتحط عليه ربع كده معلقة من الفزلين وتبدأ ان انت تدعكيهم في بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده طب اللون ده مش بيفكركم بحاجة تعالي هقولك بقى هتعملي ايه هتجيبي منديل كده او سفنجة وده هيبقى ورنيش للجزمة زي ما انت شايفة كده لو انت عندك الجزمة بتاعتك اه الورنيش بتاعك خلص بتبقى حلوة جدا بديل بجد روعة زي ما انتو شايفين بيخلي الجزمة زي الفل زي ما انت شايفة كده قربيها بجد حلوة هاتي كيسة تكون نظيفة كده وبدأ ان انت قصيها بالشكل ده بالمقص وتعالي هقولك هنعمل بيها فكرة حلوة جدا بس الاول صلي على النبيه في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك هنعمل ايه بكيسة اللي معانا دي اللي معايا دي كيسة تلاجة بدأت ان انا قصها بالشكل اللي انتو شايفينه ده على كذا جزء بقى براحتك خالص ممكن تقصيها كمان اصغر من كده تعالي بقى هنحل بيها مشكلة كلنا بنتعرض لها هتبدأي تروحي كده عند الغسيل بالذات لو انت غسلها دون بيضة وتبدأي اني انت تشيل المشابك لو انت عندك المشابك بتاعتك الحديدة بتاعتها مصدية فده حل حلوة جدا هتحط كده كيسة تحت المشبك بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتحل المشكلة دي طبعا لحد ما تجيبي مشابك جديدة بجد الفكرة دي حلوة ومنقزة هاتي سبونشة نشفة خالص ما فيهاش ولا نقطة مية وبعدين حطي عليها شوية كده من الكاربوناتو وتعالي هنحل بيها مشكلة كلنا بنتعرض لها بس صلي الاول على النبي علي افضل الصلاة والسلام عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك بقى هنعمل ايه هتبتدي تروحي بقى عندي سلك المطبخ وطبعا سلك المطبخ بيبقى كله ضهون من غير ما تحطي ولا نضعت مية كده على اللسبونشة باللسبونشة وشوية الكاربوناتو بجده هيخلولك الشباك يرجع جديد من تاني واي دهون عليه هتختفي معاك بكل سهولة زي ما انتم شايفين طبعا الدهون او اي حاجة او اي صدى او اي حاجة بيختفي من على السلك بكل السهولة طبعا هوريك دلوقتي مش هافصل الكاميرا وهوريك شكل السلك هيبقى عامل ازاي طبعا مش هقدر اكملك السلك كله لاني انا دلوقتي مش هعرف ان انا اشتغل وانا بصور لان الكاميرا وورا ظهري على طول فمش هينفع فانا هافصل طبعا الكاميرا وهعملو كله تاني زي ما انت شايفة النتيجة بجد تحفة والفرق واضح جدا جربيها الفكرة دي بجد حلوة جدا وهتريحك كتير هاتي كده تمطمية تكون قديمة عندك وقرب التترة كده ومش عايزاها وابدأ ان انت يقسميها النصون بالشكل اللي انتو شايفينه ده التمطمية دي طريقة خالص اهي وظننة جدا التمطمية يعني مش تمطمية كبيرة ولا حاجة الموضوع كله مش هياخد من غير تمطمية نص تمطمية او تمطمية ومعلقة كده من السكر ودي بقى انت كده عملتي اه اسكراب في البيت بكل سهولة من غير ما يكلفك اي حاجة هي يدوبك تمطمية واحدة بس ومعلقة سكر السكر اللي هو الخشن ده تحفة بنات بيشيل كل القشر الميت من على الجلد بجد حلو جدا زي ما انت شايفة كده بتعملي حركات دائرية زي ما انت شايفة كده وطبعا بتستخدميه لجسمك كله قبل الشور يبقى حلو جدا وبيرجع بشرتك كده نعمة زي الحرير بجد الفكرة دي حلوة جدا ومش مكلفة ومش هتكلفك اي حاجة خالص وهيخلي بشرتك زي بشرة الاطفال بالزبط جرب الفكرة دي بجد تحفة وهتعجبك هاتي غطأ زيازة وبدأ ان انت يمليه بالشامع بالشكل ده وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله وتعالي اقول لك هنعمل بها ايه هنملا الغطأ بالشامع بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنبتزي ان احنا نحط فيه المصمار بالشكل ده وهنسيب كده المصمار لحد ما ينشف خالص ويبقى معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالزبط كده تعالي اقول لك بقى هنستخدمها لايه تعالي بقى يا ست الكل لو انت عندك المقبض بتاعك واقع او بايز او ضايع ممكن ان انت تستبدليها بالغطأ ده حلو جدا وممكن كمان تلوني باي لون عندك من المناكير وحلو جدا جدا وهيبقى لونه كمان مناسب جربي الفكرة دي بجد هتعجبك عندك لمونة نشفة في التلاجة مش لها اي استخدام ومحطوطة كده بقالها فترة تعالي هقول لك هتستخدميها في ايه بجد فكرة حلوة قوي بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقول لك هنعمل بها ايه هتفتحيها بالشكل ده وهتحط عليها شوية ملح صغيرين جدا من الملح العادي بتاعنا وهتبتدي ان انت تجيبي المقصات او السكاكين او الشوك او المعالق اي حاجة عندك مصدية او لو حتى عندك صنية سلستين مصدية هتكتعملي برضو معاها نفس الحركة وتبدأ ان انت تفرق اللمونة بحبة الملح بالشكل ده اي صادة او اي اتساخات هيطلع في ايدك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بجد الفكرة دي حلوة جدا واي لامونة عندي بتبقى بايزة مش برميها وبعتمد الطريقة دي بجد طح فاجربيها جربتي قبل كده تحطي الخل على الشاي تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا وهتنفعك جدا جدا في بيتك صلي الاول على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك ايه هي الفكرة بتاعتنا النهاردة هتجيب ينص معلقة كده من الشاي وتبدأ ان انت تحطي عليها مية مغلية بالشكل ده وهتقلبيها كويس جدا مع بعض يعني كأنك بتعملي شاي بالزبط بس من غير سكر وهتجيبي كده شوية من الخل يعني حوالي معلقتين تلاتة كده من الخل وهتبدأ ان انت تحطيهم في الكوباية وهتقلبي كويس جدا وتسيبيها كده لحد ما تهدى شوية او تبرد شوية يعني ايدك تستحملها وهتبدأ ان ان انت تلبسي اي شراب عندك وتعالي بقى عند اي حاجة عند خشب تلميع رهيب وطبعا هتوفري في اي منتج انت بتشتريه ده كأنك جبتي احلى منتج واغلى منتج في السوق ده تلميع حلو جدا للخشب زي ما انت شايفة كده المطبخ كان عندي عامل ازاي وهواريكي طبعا دلوقتي شكله عامل ازاي مهما كانت الدهون او الاتساخات هتختفي معاكي في لمح البصر جربيها بجد هتدعيلي هاتي كده قلم رصاص وتعالي هقولك فكرة حلوة جدا تعمليها الجوزك وكمان هينبسط منها جدا صلي كده الاول على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك هنعمل ايه هتجيب السكينة وتبدأ ان انت تعملي تجويف للقلم الرصاص من الناحية دي ومن الناحية دي بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط كده هتجيبي كده المشبج بتاعك وتبدأ ان انت تفكي ناحية واحدة بس منه مش تفكي الناحيتين وهتبدأ ان انت تجيبي القلم الرصاص وتحطي مكان الجزء التاني اللي انت شلتيه من المشبج بالشكل ده. بالزبط كده. تعالي بقى يا ست الكل اقولك هنعمل بي ايه? لو انت جوزك بقى بيشتغل نجار او بيشتغل مثلا كهربائي وبيستخدم القلم الرصاص كتير هتبدأ ان انت تعملي له الفكرة دي. الفكرة دي حلوة جدا القلم مش هيضيع منه. وهيبتدي ان هو يحطه بالشكل ده كده فيه دومه او في جيبه. فكرة بسيطة جدا جربي كده تعمليها وبإذن الله هينبسط منها جدا.